السلام عليكم مرحبا لكم معنا في فيديو جديد و مباراة جديدة مباراة اليوم ستكون مباراة الجمارك و الضرائب الغير المباشرة سنعطيها على شرط المباراة كذلك التغيرات التي ترقت على هذه المباراة فرق ما بين السنة و ثلاثة و هذه السنة كذلك سنعطيها على الوثاقة التي تحتاجها و تشجلها كذلك سنعطيها لكم طريقة التشجيل و آخر شيء سنعطيها هو السلم اللي ستخدم في هذه المباراة هذه و كذلك السالير الخدمة أو هذه الوظيفة هذه و أول شيء سنعطيها هو آخر أجهزة المباراة و كذلك فقط ستنضم هذه المباراة هذه فبالنسبة للمباراة إدارة الجمارك و الضرائب الغير مباشرة فقط تنضم عدوة انتحان هذه المباراة 14 مارس 2021 مدن طنجة و جدار رباط مدن البيضاء مراكش فاس و أقادير و إلا اقتضى الأمر تقدر تضاف مدن و حتى أخرى بالنسبة لآخر أجهزة التشجيل هو 19 فبراي 2021 مدقاش بززاف و اللي هذا حاولوا لكم تسرعوا في التشجيل بالنسبة لعدد المناصب يطلبين فضل المباراة هذه وهو مئتين و عشر منصب دابن ندوز و نهدروا على شروط ديال المشاركة فتبتح هذه المباراة في وجه المترشيحين المتوفين على جنسية مغربية بتابعة الحال يعني 18 سنة على الأقل و 25 سنة على الأكثر يعني في فتح يناير من السنة الجارية ويمكن تمديد تحد السيل المذكور لمدة عادل مدة الخدمة المدنية أو العسكرية السابقة الصحيحة أو الممكن تصحيحها لأجل التقاعد من غير أن يتزاوز 30 سنة بالنسبة للشوائد المطلوبة فهما لك عندك علوم فيزيائية علوم رياضية علوم اقتصادية التدبير المحاسباتي العلوم والتكنولوجيات الميكانيكية والعلوم والتكنولوجيات الكهربائية بالنسبة للشعب دوما الشعب ليطالبين يعني بالنسبة للشعب أتخرين لا يمكنهم أن يدفعوا لهذه المباراة وكذلك ستوفى فيكم شروط أحتخرى فمثلا أن لا يكونوا مصابين بأي مرض أو عاها تضعفوا قدرتهم البدنية أو تعرقل لعمل عضو من أعداء أثناء مزاولة النشاط العملي بالليل والنهار ولا سيما التمديد الوريدي في السيقان والإصابة المزمنة في الجهاز العصبي والخلل والمرض العقلي أو النفسي وكذا جميع إصابات في الحلق أو الحنجرة التي قد تعرقل خروج الصوت أو العجز الكلي أو الجزئي في النطق وتعتبر التمتمة كذلك مانعا من القبول في هذا المنصب يعني كان لديكم هذا الأمراض أو لشعاها مع هذا الأمراض فما يمكن لكم شأنكم تدفعوا لهذه المباراة هذه كذلك تكون لديكم القدرة على السمع الهمس على بعد خمس سنتيمترا هو 10º وعلى السمع صوت عالي على بعد 5 أمطار ويعتبر بمثابة عدم القدرة البدنية كله يتضل في السمع أو كله إصابة في الأدن وتؤدي إلى الصمم في الأدن واحدة أو في الأدنين معا فتقدممكنك تسمعوا مزيئا تقوم منوض الهمس على بعد 5 سنتيمترا وتقدمكم الصوت العالي على بعد 5 أمطار يعني ما سيكون عندكم شيء خلل في الأدن ديالكم كذلك حدة البصر ستكون عندكم 15-10 على الأقل من غير استعمال النظارات أو العدسات أو أي وسيلة يمكنها رفع القوة البصر يعني ما سيكون لنظارات العدس لا تشي حاجة بالنسبة للطول فالذكور طالبين مترو وسبعين والنسبة للإينات طالبين مترو وخمسة وستين يعني بدون انتعال أحدية كذلك يجب الإدلاء بشهارة طبية يحدد فيها حدة البصر والطول يتم تحميلها عن طريق البرمجة المعلوماتية وتقوم الإدارة قبل إعلان نتائج نهائية بجميع الإجراءات للتأكد من توفر المترشحين على هذه الشروط والمؤهلات فدبا ندوزو نهضر على تغيرات طرقات هذه السنة هذه فبالنسبة للتغيرات هو لو كيتلبو الطول وكذلك حدة البصر وشهارة طبية بالنسبة للعمل الفاسس ما كانوش كيتلبوها الشي كامل هات الشي ولي تغيرت سنة هادي ودبا ندوزو الوطائق بالنسبة للوطائق فطبية تحسكم تشجدو في الموقع الايكتروني اللي هو الو دبلي دبلي بون دي وان بون جوف بان اما اللي عندي لكم طريقة تشجيل مور الوطائق ولا المور فقط فبطاقة الوطانية بترفض الحال نسخة من البطاقة وطانية. آآ كذلك بالنسبة للناس اللي عندهم مشاهدة صفت مكفول لأمة أو عسكري قديم أو لمحارب قديم فكذلك يدليوا بها. الوثيقة الثانية هي شهادات البكالورية في احدى الشعب وكذلك بالنسبة للناس الذين لديهم شواهد في الخارج فخصهم شهادات المعادلة بالنسبة للشواهد اما الوثيقة الثالثة هي شهادة تببية تضمن وجوب تاريخ التحرير اسم الطبيب وخاتمه قياس طول وحدة البصر المترشح يعني سنجيو شهادة تببية فيها اسم الطبيب كذلك تاريخ التحرير والخاتم سنجيو شهادة تببية كينا قياس طول وحدة البصر سنجيو الطريقة التشجيل بالنسبة للطريقة التشجيل ستدخلوا هذا الموقع www.d1.gov.ma سنجيو صندوق الوصف سنجيو هذا الموقع سنجيو هذا الموقع سنجيو هذا الموقع سنجيو 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 3 سنجيو منكم هو الاسم العائلي الاسم العائلي باللغة باللغة العربية على اول حاجة هنا الحروف دي بطاقة وطنية وهنا الأرقام دي البطاقة الوطنية هنا تاريخ إزديد ديلكم دات دونيسونس هنا اليو دين دونيسونس ينمكان يخلقتوا فيه هنا كنتكم تختاروا الجيهات كاملين دي كينا وهنا الإقليم ديلكم إلا خسرنا مثلا طانجات حسيمة هنا كنتكم تختاروا دينا أولى الإقليم ديلكم كذلك السيكس ديلكم يعني ماسكونا الفامينين وواش نتوما ذكروا لأونسا الحالة الإيديلكم سليباتير ديبورسيا ماريي بيف يعني كل واحد طبعا يشوف الحالة الإيدياله هنا كنا العنوان عدوا العنوان باللغة الفرنسية وهنا الفي يعني في المدينة اللي ساكنين فيها كتضغطوا في حلقة كتخساروا المدينة ديلكم يكتصر أول حاجة كتخساروا هنا ومجيها ومن بعد كتخساروا المدينة ديلكم هنا كتطلو لكم هنا لما كتخساروا المدينة ديلكم ديروا إقليم اللي انتم من فيه مثلا أنا القصار الكبير ما كنش هنا القصار الكبير غير ندر لنا يا العرائش من بعد رقم الهاتف ديكم تتأكدوا أنه يكون صحيح كذلك هنا آآ ايميل ديلكم وهنا كتخساروا الديبلوم ديلكم كتدرو بكالوريا وسبسياليتين كتخساروا طبيعة الحال يدكرنا سابقا في الإعلان كلو حال يدير السبسياليتين اللي عندو والمنسون يعني كلو حال طبيعة الحال يعمر لحسب المنسون اللي عندو هنا نفود انستركسيون اتدرو بك حتك هي اللي كاينة اتدرو غير بك لادات دمتنسيون ديبلوم يعني العام اللي خديتو فيه البكالوريا ديلكم طبيعة حال كلو حال يدير العام لا وعددرو سويفون ومليك تدرو سويفون فكيتل بو منكم طبيعة حل الوثائق او الوثيقة اللي هي بتاقة الوطنية كذلك ديبلوم ديلكم وشاهدة تببية دبعا نوريكم طريقة كيفاش ديني ديرو بدائف غير من التليفون يملاب ما تشو عند من السيبر يسافت لكم الوثيقة غير من التليفون دلكم تصورو وترجعوا الوثيقة بدائف فبقوا معي صلى خارج بالنسبة للطريقة اللي هترجعوا فيها الوثائق ديلكم بدائف غير من التليفون ديلكم فتريش اجيو هاد الابليكاس من كام سكان اللي كين هنا هنخلي لكم واحد السهم كيشير لها انا بالنسبة الان تريش اجتب بالنسبة الناس اللي ما زال ما تريش تريش اجيو ديلكم رابط ديال وهنا كما تشوف هنا واحد العلمة ديال واحد الكاميرا اجتب لكم واحد السهم تشير لها هتضغط عليها وهنا كما تشوف تطلع لكم الكاميرا دا مفصد ديال البطاقة الوطنية نسبة البطاقة وطنية فتكون ورقة هكا طبعا تكون غير النسخة ديالة هتكون إيقاليزي هتشد الورقة في حركة بعد تشدو الكاميرا يعني هتضل ما يبينش تشدو الكاميرا في حركة وتصور الوثيقة هنا كدكم تقدوها هنا كما بغيت يعني شوف انها تجي مقادة وكد روف السهم هذا يلي نخلي السهم يشير لكل شي كما تشوف الصورة تجي و تدير او كذلك او كي هنا و كتجي في حال يغد دلو بغيت مسلا نفترض انك عندك شي صداق ولي شي حدا بس فقال لك مخبعة كتجي هنا لات السهم هذا و كتدلو هنا بغيت او او لغة اسبانية ولكن طبعا الحال نتعلي في او 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 اما اتخبعها في التليفون كما قلت لكم اما اتخبعتها واحد فبالنسبة انا اخبعها في التليفون هنجي اخسر هنا اه سوف غغدي او لوكال هيا هنا اضغط عليها هنا اضغط الوثيقة لكم كذلك بالنسبة الوثيقة الاخرى فمثلا هدي الشارة تبية اضغط نفس الحاجة اضغط صور و اضغط نفس المراحل اضغط مزيان اضغط ما بغيت اضغط 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 العلمة اضغط اضغط gpdf اضغط الوكال او اضغط الوثيقة هذه طريقة صور الى pdf بعد ما حولنا الوثيقة الى pdf اول وطنية نضغط الصفحة على الخانة و نضغط على البطاقة وطنية نحن من الماء الماء وطنية الوثيقة الكام اضغط مزيق وطنية الصور اخر اضغط اضغط وطني تم تحميل ديلا بنجاح و تديرو سلحاجة بالنسبة للواتاق الأخرى و بعد ما تسلوا بتحميل الواتاق تديرو سويفون و تديرو امبريمي و تكونوا تجلتو في هذه المرحلة وبالنسبة للسلم والصالر فتخدموا دره الثالثة وسلم السا والراتب الشهري الصافي يكون الفين وتسعمية وثمانية درهم فاسدة خمسة وستين فأنا قد نكونوا صعين نهاية الفيديو اتمنى لكم تستفتهم هذا الفيديو هذا اتمنى لكم تدعمونا بواحد لايك اشتركوا في القناة وفعلوا جرس بصول لكم اي جديد اي مباراة اذا تتواصلوا معنا فمراحلكم في الفيسبوك لما تشفوهنا في الشاشة وكذلك في الانستغرام احنا نجاوبوا اي واحد في الانستغرام والفيسبوك ويمكن لكم كذلك من تدخلوا التسعليقات وكتمنى لكم تتفاق لكم كامل والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته